لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد السلام أهلا وسهلا بكم في حصة زين وهمة في ركن حلويات السيدة بن بريم اليوم معنا وصفة اللي هي سابلي باللوز دي سابلي وزاموند لهذا الوصفة نحتاج لفارينا زبدة سكر ناعم بودرة لوز منحي أبيض بودرة سكر ناعم كذلك معجون أو مرباء الفارولة حبات لوز بيض كاملة بيض فانيليا وملح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم في فيديو النهاردة عن الشيف الجزائرية سميحة بن مريم وأنا أعرف كم عدد محبينها من خلال عدد لايقات الفيديو ده وأطلب منك أنك تنزل بسرعة وتدعيلها في خانة التعليقات بالشفاء العاجل لأنها دخلت المستشفى أمس السب وأنا أعرف إيه هو السبب ومن هي وكل حاجة إنت حابب تعرفها عنها ولكن تابع الفيديو للنهاية السيدة سميحة بن مريم هي شيف جزائرية ومقدمة برامج طب درست الاقتصاد في جامعة الخروبة بالجزائر العاصمة متزوجة وأم لسلاسة أبناء عبد المجيد وإلياس ولينا تقيم حاليا في جدة بالسعودية زوجها طبيب رياضي جزائري من ولاية البوليدة يشتغل في جدة بالسعودية بينما عائلتها عائلة بن مريم تقيم في الجزائر العاصمة لها ثلاث إخوة نجوة ومهدي والهاشمي وتعتبر سميحة الأخت الكبرى والدها السيد بن قاسم من ولاية جيجل ووالدتها أيقونة من أيقونات الطبخ الجزائري الشيف سعيدة بن بريم وشقيقتها الشيف نجوة بن بريم غنية عن كل التعريف تعتبر عائلتها من أعرق العائلات الجزائرية التي زاع سيطها في مجال الطبخ وتعرف في الأخلاق والسمعة الطيبة حيث أنها قونت مؤسسة عائلية للطبخ وتدير عدة استثمارات مدرسة للطبخ في عين النعجة ومحليا لبيع الحلويات الجزائرية التقليدية والعصرية في الجزائر العاصمة مديرتها الشيف العاصمية سعيدة بن مريم درست الشيف سميحة الطبخ في الجزائر وتكونت في الخارج وتفننت في تحضير الحلويات الجزائرية التقليدية والعصرية وكذلك الطبخ العالمي وتعتبر والدتها مدرستها الأولى في الطب في سنة 2013 شارقت في مسابقة دولية للطب نظمتها السفورة الأمريكية في الجزائر في فندق بالجزائر العاصمة وكان الشيف الأمريكي الشهير دوف غلدمان الذي طبخ للرئيس الأمريكي السابق أوباما رئيس لجنة التحكيم نالت فيها الشيف سميحة المرتبة الأولى مما أهلها للانضمام إلى أكبر قناة طبخ في الجزائر وهي قناة سميرة تيفي لتفتح لها مديرة القناة السيدة سميرة بزاوية المجال لتقديم عدة برامج طب نالت شهرة ونجاحا كبيرين سواء في الجزائر أو في الوطن العربي مثل برنامج الطبخ العائلي خبايا بن مريم والذي تغير اسمه ما بعد إلى بن مريم فاملي والذي نال المرتبة الأولى لفئة برامج الطبخ التلفزيوني الطويلة لسنة 2021 مقدمة من طرف هلال التلفزيوني الجزائري بالإضافة إلى برنامج تحليلات وحلويات مع سميحة وبرنامج حلويات المرجان وبرنامج الشكولة وإبرة وبرنامج زين وهمة تعتبر الشيف سميحة بن بريم سفيرة الطبخ الجزائري التقليدي والحصري خاصة في جدة بالسعودية حيث تقدم من خلال مؤسسة طيافة سعودية تفيد بجدة أجموعة من بوكسات حلويات جزائرية تقليدية وعصرية تحت الطلب وتقيم ضيافات تزينها بطولات جزائرية من مختلف الأزواق والأشكال عائلة بن بريم عائلة عريقة في الجزائر ومعروفة غنية عن كل التعريف كونت مؤسسة عائلية مديرتها السيدة سعيدة بن بريم أيكونة من أيكونات الطبخ الجزائري أم الأربعة أولهت وجدة لثمانية أحفاد ولأن الانطلاق تكون صعب دائما فأن انطلاق السيدة بن بريم كانت من منزلها المقون من ثلاث غرف سنة 1998 فكانت أول إمرأة في الجزائر تنشئ مدرسة للطبخ في بيتها المنعرج الحاسم في مشوارها كان بعد ظهورها من خلال حصة تلفزيونية الحصة التي لاقت صدا كبيرا ظهر هذا الصدا في إقبال العديد من الرغبات في تعلم الطبخ الجزائري والعربي فيما بعد أصبح ذيك المكان يشكل عائقا كبيرا أمام اتساح طموحات وإصرار السيدة بن بريم على تجديد وعسردة الطبخ الجزائري التقليدي ومختلف أصناع وأنواع الحلويات مستمدة قوة صمودها من حبها للطبخ 2001 تمكنت من الحصول على الاعتماد لأجل فتح مدرسة شاركت السيدة بن بريم في عديد المسابقات ونالت عدة جوائز ومراتب مشرفة وأصدرت 11 كتابا متنوعا وإثنان في فن الطبخ والبقية خاصة بالحلويات التقليدية الجزائرية تعتبر سميحة بن بريم من أشهر شيفات الطبخ في الجزائر وقد اشتهرت من خلال مسابقة الطبخ التي نزمتها السفارة الأمريكية بالجزائر زي ما ونالك يا جماعة وبس كده نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو وكل سنة وانتوا طيبين رمضان كريم ويعود علينا وعليكم الأيام الجاية بخير وصحة وسلامة ونشوفكم الفيديو الجاي سلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر